الإمام المهدي لم ولن يولد ولكنه ضرورة حضارية فليكن كل واحد مننا مهديا سأل الأخ هاشم عبدالله فزع هذا السؤال وقال الباحث السيد أحمد الكاتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باختصار شديد يغني يعني الإكثار من القول أنت تفند ولادة محمد بن الحسن وفق منهج علمي تاريخي وكذلك أيضا تفند أو ربما تشكك بوجود الإمام المهدي طيب ماذا تقول عن الروايات التي تنص على وجود الإمام المهدي المغايرة لتلك الروايات القابلة للتفنيد والتشكيك ولعلي أعيد صياغة السؤال بصورة أخرى هناك روايات تحدثت عن المهدي لا يمكن إنكارها فهل برأيك أن الإمام المهدي خرافة موضوعة تاريخيا أم له باب معرفة أخرى غير الباب التي يتحدث عنها الجمهور في الحقيقة الروايات الواردة حول الإمام المهدي أنا قسمت في كتابي الإمام المهدي محمد بن حسن عسكري حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية قسمتها لأدث أقسام الروايات التي تتحدث عن المهدي بصورة عامة وهذه كانت منتشرة ومشهورة في القرون الأولى قبل وفاة الإمام الحسن عسكري للدعية المهدية لإمام علي ولابنه محمد بن حنفية ولذنفس الزكية والإمام موسى الكاظم وغيره من العم والروايات التي تتحدث عن القائم أيضا بصورة عامة بدون تحديد الاسم وهذه الروايات كلها كان مشهورة فتم استثمارها في موضوع الإمام المهدي وكما قلت في كتابي أنا أفصل بين موضوعين بين موضوع الإمام المهدي كفكرة عامة سواء كان صحيحة أو خاطئة هذه فكرة عامة كانت موجودة وكثير من الناس كان يدعونها كثير من الحركات والفركة الشيئية حتى الشيخ الطوس يذكر حوالي 20 نظرية مهدية قبل الحسن العسكري فإذن هي فكرة كانت موجودة هذه فكرة عامة والفكرة الثانية هي ولادة محمد بن حسن العسكري هذه كان موضوع يعني كان حولها جدل أنه ولد أم لم يولد أم كذا وأنه هو الإمام بعد أبيه وثم قالوا أنه المهدي بعد حوالي 100 سنة فأخذوا فكرة المهدي ومن صفات المهدي التي كانت منشورة ومشهورة والناس يكون فيها مثل الإمام موسى الكاظم أنه غاب غيبتين الإمام موسى الكاظم غيبة في السجن وغيبة ما بعد السجن فأخذوا منها فكرة الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى وركبوها على هذا ولد المفترض وجوده إمام الكاظم كان موجود حي بين الناس ثم اعتقله ورح بسجن حوالي 27 سنة كما يقولون ثم قتل في داخل السجن أو توفى أو سوم أو ما إلى ذلك فهناك فكرة تانة فكرة محمد بن حسن عسكري هذه فكرة فرضية ما إلى وجود هذا الشخص وإعطيناه صفة الإمامة ثم صفة المهدوية هذه صفة أخرى فلازم فرق أما الأحاديث السنية التي تذكر أنه سوف يولد في المستقبل مثلا فهي نفس الإطار أنه هي كلها أحاديث ضعيفة كلها ما في حديث واحد لا آية قرآنية في الموضوع ولا حديث متواتر إنما في القرون المتأخرة بدأوا الناس يروجون وراجت وشاعت كما تشيع كثير من أساطير وخرافات ففكرة المهدي يعني الإمام العادل في مقابل الإمام الظالم الذي ينشر الإمام المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يعني هناك جور وظلم هذا الحاكم ظالم إمام ظالم يعني ويجي في مقابل إمام هادي مهتدي ينتظرون الناس هذه فكرة عادية بس مرة تكون فكرة مخدرة مثل فكرة بده واحد يطلع آخر زمان غير الدنيا كلها أو أن هذا الإمام الثاني عشر المولود المفترض مثلا هو غائب وهو الذي سوف يخرج ويقيم الدولة الإسلامية أو يقيم ثورة أو ينشر الإسلام في العالم هذه فكرة مخدرة أيضا لأنه من لوازمها إذا كان هذا الإمام المعصوم المعين من قبل الله أن لا يحقلنا أن نقوم بثورة أو نقوم بتطبيق الإسلام ما يتعلق بالجوانب السياسية منه أو أنه شكل حكومة هذا كله ما يجوز كما كان الفقهاء نيفتون إلى وقت قريبه ربما حتى الآن البعض ميفتي بذلك ويقول كله راية قبل راية مهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت هذا الحديث كان رائش قبل حوالي خمسين سنة بالعراق كان كنت أسمعه بالحوزة كان منتشر ومخيم على الحوزة حتى على مراجع الحوزة كان يعتقدون بهذا وكان يقولون ما يجوز واحد يقوم بأي ثورة أو حركة سياسية أو بشكل حكومة إلى أن جاء الإمام الخميني وقال سوى نظرية ولاة الفقه وأقام الدولة فتغيرت الأمور الآن في حالة نهضة فإذن هناك فساد اليوم حتى في ظل الحكومات الإسلامية ما يسمى بالإسلامية فيها فساد وفيها ظلم وفيها كذا فيها يعني رشاوة وسرقات ونهض فهل نسكت على هذا الواقع أم نقوم بإصلاحه وتصحيحه ونشكل حركة مهدوية كل واحد كل إنسان يجب أن يكون مهدي وحتى نحصل على إمام مهدي كما تكون يولى عليكم عندما نكون نحن مهديين سوف ننتخب إماما مهديا إماما عادلا يطبق العدل والإسلام فتكون دولة العدل تقوم بإرادتنا بعملنا بسعينا وليس بالأحلام والخيالات هنا عدنا أحد الأخوان يذكر يعني تعليقات لطيفة عنده حول الموضوع الأخ عقيل ناظم المقرم عنده مداخلة لطيفة حول هذا الموضوع يقول المهدي شخصية خيالية أم ظاهرة اجتماعية إصلاحية نشر هذه المقالة الأخ الأستاذ محمد حسين ترحيني في لبنان عنده سلسلة مشروع نهضة الأمة ونشر هذه المقالة ونشر في صفحتي أيضا فيقول لنرى ما يمكن أن نستهدي به من آيات الذكر الحكيم للجواب على هذا السؤال قال تعالى أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال الرعد آية داعش لاحظوا يعني الله سبحانه وتعالى ما علق التغيير في المجتمعات على شخص واحد يأتي من السماء قال أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذا أحنا غيرنا أنفسنا وأصبحنا مهديين فسوف نحصل على إمام مهدي يعني حاكم عادل وأيضا يأتي بآية أخرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولقد كتبنا في الزبوري من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادية الصالحون كل ناس يسرون صالحين مجتمع صالح هذولا يرثون الأرض ويطبقون العدل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضع لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون أني لا يشركون بي شيئا فشوفوا هذه الصفات عدم الشرق بالله العمل الصالح هذه مطلوبة من المسلمين في كل زمان وفي كل مكان الله ما يدعونا إلى انتظار شخص معين حتى يقوم بهذه المهمات يجب إحنا نتحرك ونعمل فسوف نغير المجتمع فما ماكو شي واحد ننتظره يطلع يغير العالم كله بقدر ما إحنا نسعى في منطقتنا في مدينتنا في بلدنا في مثلا كذا ينتشر العدل لكل عالم فهذا يعني الجواب المهم والضروري المهدي حركة المهدوية حركة إصلاحية إجتماعية ضرورية وقلت سابقا هي ضرورة حضارية فخلي لن نبحث كثير في هذا الموضوع سوف يخرج أو ولد أم لم يولد أم كذا خلينا حول هالأفكار السلبية إلى فكر إيجابي فكر عملي إحنا نقوم ب خطوات عملية لإصلاح المجتمع ما نقول النواب كل نفاصدين ونروح ننام بالبيد لا خلينا نختار النواب الصالحين في الأنظمة الديمقراطية ونجيبهم حتى يختارونا إمام عادل والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة